هذه الولاية الغنية والجاذبة لمشاهر السينما وأصحاب الأفكار الريادية والمشاريع التكنولوجية الوليدة والعملاقة ليست كذلك بالنسبة لشركات التأمين التي اضطر بعضها للانسحاب منها مع تكرار الحرائق التي تشهدها غابات كاليفورنيا التي تمتد ألسنة لها بها إلى منازل المواطنين ومصالحهم في الأعوام الأخيرة خسرت الولاية سنويا ما يعادل ستة مليارات دولار بفعل التغير المناخي اذ تسببت الحرارة المرتفعة في اندلاع الحرائق في الغابات بالتزامن مع انتشار خنفساء اللحاء لتموتى ملايين الأشجار التي أمست قابلة للاشتعال بعد جفافها كما ساهمت جهود الإنقاذ السريعة في زيادة الطين بله نظرا لمخلفات الوقود التي تتركها عربات الإطفاء في مواقع الحريق البلد الذي يقود قاطرة الاقتصاد العالمي تعلو فيه راية ربحية لذا لم تشعر شركات التأمين بأن كاليفورنيا بيئة خصبة لجني العوائد فأثرت الرحيل لأن بقاءها يعني دفع تعويضات للمؤمن على منازلهم ومزارعهم التي أتت عليها النيران فكان لابد من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وهو الإطار المتوقع إتمامه نهاية العام المقبل الولاية الأمريكية البالغ ناتجها المحلي ثلاثة تريليونات ونصف لتريليون دولار أي ما يفوق حجمه لدى الهند أماطت اللثام عن خطة جديدة تتيح لشركات التأمين أخذ المخاطر المناخية المستقبلية في حسبانها عند تحديد أقصاتها وليس بالاستناد إلى البيانات التاريخية فقط وهو ما يتوقع أن يفضي إلى زيادة فاتورة التأمين على الأفراد لكنه على الأقل سيضمن توفير التغطية على خسائرهم التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة كاليفورنيا التي تحتضن السيليغون فالي وهوليوود وبيفرلي هيلز تأنه تحت ضربات التغير المناخي الذي يهدد الريادة التي حظيت بها لعقود طويلة مضت